مطار الجزائر الدولي يتلقى تهديدات إرهابية عبر رسائل لم يكشف بعد من يقف وراءها هذا ما أكدته اليوم مصادر من داخل المطار تعزيزة أمنية غير عادية شهدها الطريق السريع المؤدي إلى مطار هوري بومدين الداخلي والدولي حواجز أمنية مدعمة بالكلاب المدربة وأجهزة لكشف القنابل في السيارات ذلك ما لمسناه في حدود الساعة السابعة صباحا من نهار السبت قبل أن تنفرج الأمور ثلاث ساعات بعد ذلك اخطاع أغلب السيارات المتجهة لمطار هوري بومدين لتفتيش دقيق جعل المدخل يشهد طوابير طويلة ما تسبب في تضيع بعض المسافرين لرحلاتهم الشرق نيوز حاول التصوير ونقل شهادات بعض الركاب غير أن الرئيس المدير العام لمطار هوري بومدين اعتذر عن منحنا رخصة التصوير عمما فإن التهديدات التي طالت مطار هوري بومدين ليست بالجديدة وقد تكون انعكاسا لما حصل في تونس من اعتداءات إرهابية وأيضا في باريس لكن السلطات الأمنية تتخذ إجراءات استباقية تفديا لأي اختراق إرهابي محتمل في السياق الأمني يكشف تصنيف دولي حديث للمطارات الأكثر أمان في إفريقيا أن مطار هوري بومدين ثالث أمن مطارات القارة الصمراء بعد مطاري كايب تاون وجوهنسبورغ بجنوب إفريقيا تصنيف يعكس مدى نجاعة الخطة الأمنية المتخذة لتأمين مطار هوري بومدين ترجمة نانسي قنقر